الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أعلنت عن الانتهاء من 54 ألف و598 عملية جراحية من أصل 77 ألف و826 حالة من المسجلين على الموقع الإلكتروني وكذلك الخط الساخل لقوائم الانتظار وده ضمن مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية والتدخلات العجلة أكدت الوزيرة أنه تم الوصول لـ 300% من نسبة المستادة في خلال أربع شهور بس وده بداية دامن البداية والحد دلوقتي وكمان كشفت وزيرة الصحة أنه جاري توريد 902 قوقعة لاستخدامها في عمليات زراعة القوقعة للأطفال ولفتت إلى أن قوائم انتظار عمليات زراعة القوقعة وصلت لغاية 700 حالة ووفقا للتوريد ده لن يكون هناك طفل بينتظر لإجراء زراعة القوقعة في مصر ترجمة نانسي قنقر